تتواصل فعليات مهرجان الرياضة للجميع الذي ينظمه الاتحاد المصري للرياضة للجميع بالتعاون مع مدرية الشباب والرياضة بمطروح يتضمن المهرجان عددا من الأنشطة الرياضية إضافة لتنظيم مصابقات تقافية بين عدد من مراكز شباب المحافظة بمشاركة نحو 300 شاب وفتى تتواصل فعليات مهرجان الرياضة للجميع الذي ينظمه الاتحاد المصري للرياضة بالتعاون مع مدرية الشباب والرياضة بمطروح المهرجان الذي يستمر حتى 29 من أغسطس ألغاري يتضمن عددا من الألعاب الرياضية والاستعراضات للشباب المشارك من شد الحبل ومهارات استعراضية لكرة القدم والكرة الطائرة وغيرها من الألعاب الرياضية التي تحفز الشباب وتشجعهم على استغلال طاقاتهم من خلال الاتحاد المصري الرياضة للجميع ومن خلال الاتحاد المصري الرياضة الثقافية أو الثقافة الرياضية شفنا أنشطة على أرض ملعب ملكا الشباب مطروح وشفنا أولادنا وبناتنا والاتحاد معهم مجابلهم كل الأنشطة وكل الألعاب الجديدة التي احنا أول مرة نشوفها أول مرة كذلك يتضمن المهرجان عددا من الأنشطة الرياضية على شواطئ مطروح بمشاركة أبناء مطروح ورواد الشواطئ كما يتم تنظيم مسابقات رياضية وثقافية بين عدد من مراكز شباب المحافظة خاصة مراكز شباب قرى حياة كريمة كذلك إقامة ندوة ثقافية بقاعة مكتبة مصر العامة حول أنشطة المهرجان هذا وتعمل الدولة بكافة مؤسساتها على ملف بناء الإنسان من خلال مشروعات وبرامج من شأنها تحسين البنية التحتية الرياضية وتطوير مراكز الشباب والمدن الرياضية والشبابية المتكاملة ومراكز الابتكار